أستاذ عبد الرحمن كيف تنظر لإحتفالات القوات المسلحة بعيدها السابع وستين في منطقة الفشقة وما هي الرسائل التي يمكن أن ترسلها للطرف الآخر طبعاً الاحتفال القوات المسلحة بعيدها السابع وستين من منطقة الفشقة نعم الرسالة ذاتة معنا أن استعادة الفشقة أمر لا يمكن التخلي عنه وأن القوات المسلحة ماضية في استدادها واستعادتها بالكامل وفي هذا كانت رسالة البرهام شديدة اللهجة حين قال سنستعيد ما تبقى من أرض إما بالمفاوضات أو بخيارات أخرى وفي هذا الخيارات مفتوحة هذه واحدة الرسالة الثانية وهي التي أطلقها السيدة حمدوك قال أن الحدود الوحيدة المحسومة بين السودان ودولة جارة هي الحدود السودانية الأسيوبية وفي هذا حمدوك كان يشير إلى الحدود التي تم الاتفاق عليها في 1902 وتم ترسيمها في العام 1903 الرسالة الثانية والمهمة جدا والتي ربما التقطها المراقبون أن حمدوك قال أن عهد الحلول المستوردة قد انتهى وأن تنمية الفشقة ستتم باستشارة مواطنية وفي هذا يشير إلى أن مبادرات كان قد أتت من وراء الحدود تتحدث عن تحويل الفشقة إلى منطقة استثمارية بشراكة من الذين صدروا لنا هذه المبادرة وسودانية وإيسيوبية السودان قال ينبقي الإيسيوبية أن تعترف ابتداء بأن الفشقة السودانية ثم بعد ذلك يدور نقاش حول الاستثمار في الفشقة ومن ثم أوصد الباب أمام أي مبادرات مستوردة من الخارج تتحدث عن حلول وسط أو حلول يراد بها أنصاف الحلول فيما يخص أمر الفشقة نعم طيب يعني أستاذ يعني على الجانب الآخر تحدث البرهان عن أن النظام البائد تماطل في استرداد منطقة الفشقة وخصوصا أن القوات كانت مستعدة لكن بقرار أطلقه النظام السابق تراجعت هذه القوات ولم تستعد الفشقة يعني هل كان الجيش فعلا وقتها مقدم على هذه القطوة وما الذي جعل الحكومة السابقة تتهاون في أرض مهمة كالفشقة وتفرض في أرض من الوطن طبعا حسابات الجيش في الاستعادة كانت حسابات عسكرية نعم وحسابات النظام البائد حينها كانت حسابات السياسية أنت تعلم أن النظام البائد حينها كان مباسر الجهود مشتت ومقطع الأوصال الحرب كانت تدور في أركان السودان الأربع في دارفور وفي جنوب كردفان وفي النيل الأزرق ومن ثم كان هو لا يستطيع التقاط أنفاسه ربما ظن أنه لو خاض حربا في هذا الجانب ربما لا يستطيع موصلتها إلى ما لا نهاية الجيش كان لديه قراره لكن السياسيين حينها كانوا ربما لا يملكون قرارهم لذلك لم يأمروا لذلك اتقذوا قرارا طبعا الجيش يخضوا الحرب عسكرية لكن عمره تحركوا في النهاية هو قرار سياسي نعم أستاذ عبد الرحمن هل هناك موازنات سياسية ربما حالة دون فتح جبهة الشرق إذا أخذنا يعني التوترات التي كانت تنشأ في الحدود مع مصر وفي منطقة حلايك تحديدا في الاعتبار حينها في العام 2017 كانت الحكومة السودانية تجد نفسها حليفا أقرب إلى السيوبيا منها إلى مصر وكانت تنسق مواقفها بشأن سد النهضة إلى جانب السيوبيا في مواجهة مصر وكذا قرارته تتخذ لا على أساس المصلحة الاستراتيجية لسودان في موضوع سد النهضة وإنما نكاية في مصر ومن ثم رأى الجانب السوداني حينها لو فتح جبهة مع إيسيوبيا ربما هذا يحقق مكاثبة ويخصم منه مصالح لصالح سد النهضة والعين لذلك كانت الحسابات السياسية حينها دعنا ننظر إلى مصالحنا في سد النهضة غد النظر عن حدودنا المستلبة والمنغوصة طيب على الجانب الآخر البرهان كما ذكرت أنت في حديثك أشار إلى أن هناك سبعة جيوب سيتم استردادها إما دبلوماسيا أو من خلال خيارات أخرى ما هي هذه الجيوب السبعة والخيارات التي يمكن أن يتبعها طبعا السودان مشكلته حدوده كلها فيها إشكالات في المسلس في منطقة جبل عوينات في منطقة حلايب التي دخلها الجيش المصري في العام 95 حين وقعت محاولة الإغتيال الرئيس الأسبق الراحل حسن مبارك وحدودنا كذلك مع كات وحدودنا مع أفريقيا الوسطى كلها هناك جيوب مختلفة عليها لكن ربما القضيتين الأبرز هما قضية الفشقة وقضية حلايب في قضية حلايب السودان يدعو مصر إلى واحد من سنين إما أن يسهب إلى تحكيمة دولة وإما عبر المفاوضات عبر المفاوضات مصر عادت جزيرتي صنافير إلى المنبكة العربية السعودية وعبر التحكيم استعادة مصر طابة من إسرائيل فإذن الحلين مصر جربتهما والسودان لا يريدوا أن يخدوا بالتأكيد حربا مع مصر وإنما يريدوا أن يجرب الحلولة الببلوماسية ديران وصنافير عادتهم عن مصر إلى السعودية عبر المفاوضات واستعادة طابة عبر التحكيمة الدولية